بعد شد وجذب ومداولات استمرت لأسبوع تضمنها تصويت فشل في أربع محاولات مجلس الأمن يتوصل إلى صيغة توافقية بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بالأغلبية نجح المجلس في تصويته الخامس بالموافقة على قرار يضمن استمرار دخول المساعدات للشمال السوري وبخاصة محافظتي حلب وإدلب عبر معبر حدودي واحد مع تركيا لمدة عام بدلا من المعبرين الذين تم استخدامهم لمدة ستة عوام بمقتضى تفويض للأمم المتحدة انتهت صلاحيته يوم الجمعة الماضي القرار صوت له 12 عضوا في المجلس بينما امتنعت ثلاث دول عن التصويت وهي روسيا والصين وجمهورية الدومانيكان المجلس كان قد فشل في تبني مشروعي قرار أحدهما بلجيكي ألماني يسمح بإدخال المساعدات عبر منفذي باب الهوى وباب السلامة لمدة عام صيني والآخر روسي لم يحصل على التعييد الكافي داخل المجلس وكان يقضي بالإبقاء على معبر واحد ولمدة ستة أشهر فقط وهو أمر أثار مخاوف اللاجئين السوريين قبل اعتماد الصيغة التوفقية الجديدة وهي عام واحد ومعبر واحد والتي اعتبرها بعض الخبراء انتصارا نسبيا لروسيا يوم آخر حزين لهذا المجلس ولكن أيضا يوم حزين للشعب السوري والآن ولمصلحة ما يقارب ثلاثة ملايين مدنية يعتمدون على معبر باب الهوى كان على المجلس أن يتخذ قرار التسوية وتبرر موسكو التمسكها بوجود معبر حدودي واحد بأن المساعدات الإنسانية يمكن إيصالها من الداخل السوري وأن هذه المساعدات لا بد أن تمر عبر حكومة حليفيا الرئيس السوري بشار الأسد وتعد المساعدات الإنسانية بنسبة لملايين اللاجئين السوريين شريان حياة إذ أن استمرار تدفقها سيخفف من معاناتهم خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا حيث يواجهون مخاطر المجاعة فضلا عن النقص الحاد في المواد الطبية والغذائية